ومشاهدين من استكمل باقي فقراتنا لهذا اليوم ونتحدث الآن عن جودة مطاعمنا الأردنية وأماكن أيضا الحلويات والمطاعم السياحية في ظل تدفق السائحين عندنا في الأردن وأيضا هذا مؤشر إيجابي انتشار أيضا عدد كبير من بشكل ملحوظ في افتتاح المطاعم وأماكن الحلويات مدى رقابة هذه المطاعم وجودة الأغذية المقدمة فيها كثير من المحاور والمواضيع سنترحها على ضيف برنامج يوم جديد الأستاذ رائد حمادة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وحضرتك نقيب لأصحاب المطاعم والحلويات وأيضا رئيس لغرفة تجارة الأردن نائب رئيس لغرفة تجارة الأردن أهلا وسهلا فيك دير بالك أنا بفوّل عضيوف كثير أهلا وسهلا فيك يا أهلا فيك السلام عليكم بداية ما إنا بلشنا بالجودة على المطاعم والحلويات نعرف دور النقابة في الرقابة على المطاعم والحلويات النقابة والرقابة النقابة والرقابة مرادة في مطاعم يعني ستي أو ستاتنا أهلا وسهلا فيكم سبع الخير أول شي بالنسبة لنا قابة أصحاب المطاعم والحلويات دورها أساسي ودورها كبير في الرقابة والارتقاء قبل ما نحكي عن الرقابة نحكي عن الارتقاء نحكي عن التقدم نحكي عن أن نكون بالمراكز الأولى في دول المنطقة كأصحاب مطاعم حقيقة النقابة لها دور كبير بآخر 15 سنة أو 20 سنة مش بس النقابة حقيقة الأردن كلها تطورت وإحنا تطورنا مع تطور البلد وخصوصا مع توجه سيدي جراج الملك عبد الله في وضع اسم الأردن في المرتبة الأولى على خارطة المنطقة وخصوصا الخارطة السياحية حقيقة المطاعم الأردنية تفوقت على نفسها علو قدمها بالفترة الأخيرة ملحوظ ويعني بدي أقول لك يمكن أنا كنقيب شهادة مجروحة ولكن شهادة جميع المنظمات العالمية خصوصا منظمة الصحة العالمية التي تهتم بصحة الغذاء الذي يقدم في كل دول العالم وكيد صحة الدواء احنا بهمنا صحة الغذاء هذه المنظمة التي هي منظمة عالمية مش أردنية أو محلية أو تعب على أي شخص معين صنفت الأردن السالي العشرين البلد الوحيد الخالي من مرض إسهال المسافر صحيح بشكل مختصر مرض إسهال المسافر وأن المواطن في أي دولة لما يتجه إلى دولة أخرى يكون جسمه ليس معود على الجراثيم البكتيري الموجودة في هذه الدولة يصاب بإسهال لأن الهيجين عالي والبكتيريا والجراثيم أليلة الهيجين نقصد فيه نسبة التعقيم في التعقيم عالي لا يصاب بالأردن أي ضيف بمرض إسهال المسافر لسالة عشرين طبعا الضيف تأخذنيش يعني وضيف على الأردن ولكن لا يدخل منازل يدخل مطاعم فبالتالي هذا يأكد عليه قدم أصحاب المطاعم والمقدمين المهن السياحية بالأردن نعم طيب أستاذ رائد القضية التي تطرح نفسها الآن بأن هذه النقابة لها دور متابعة ورقابة أيضا بهمها جودة مطاعمها وأيضا بهمها جودة الطعام الذي يقدم حتى أنه نوصل بارتقاء قبل الرقابة لمطاعمنا وأماكن أيضا الحلويات الآن ما مدى صلاحيتكم في الرقابة على هذه المطاعم متابعتها جودة الغذاء الموجود فيها نسبة الهايجين وأيضا العاملين الموجودين فيها ستة إحنا بالإضافة إلى الدورات والبرش العمل ومعنا مؤتمر السنة والضخم بتوج عمل النقابة لمدة سنة وبنحكي به المؤتمر تقرير شو اللي صار خلال السنة الماضية وبوجود كل المؤسسات والمؤسسة الإعلامية على ستلفزيون الأردني نعقده قبل رمضان والسنة هاي للسنة الخامسة على التوالي وبنجاح مقطع نظير الحمد لله زي ما حكيت لك الإضافة إلى البرش المستمرة ورشاة العمل المتخصص المستمرة للارتقاء بأعمال أصحاب المطاعم النقابة في إلها فرق ميدانية فرق مشتركة مع الجهات الرقابية مثل المؤسسة عمل الغذاء والدواء وأمانة عمال الكبرى والملكية لحماية البيئة إحنا إلا مشاركين بيشاركوا بأعمال الرقابة والكيشف على أصحاب المطاعم الجزء المقسر في صاحب المطعم إحنا على طول بندخل نعمل ورشاة عمل يعني لقينا أنه والله في شي جديد نازل على بالسوء أو لقينا فيه تقصير بنحي معين مثلا زي رمضان تعرف الموسم عصائر ومنعقد ورشاة لأصحاب محلات العصائر إشي جديد بسوء إشي بساعد بارتقاء بعمل أصحاب المطاعم على طول نعقد دورات ورشاة عمل متخصصها في مقر النقابة لأصحاب هذه الفئة من المحلات أستاذ رائد بالنسبة للأسعار هل في لنقابة المطاعم برضو رقابة على الأسعار يعني إحنا يمكن منشوف في تفاوت بالأسعار يمكن إحنا تحدثنا تحت الهواء لكن توضيحا لأساد المشاهدين وإذا بنتحدث يمكن عن المطاعم اللي بتقدم الأكلات التقليدية إذا بنا نسميها الشعبية اللي متعودين عنها عليها مثل الحمص والفول والفلافل اللي هي يمكن أكتر الشعب الأردني متعود عليه إذا بناش نحكي على الضيوف اللي بيجوا بيحبوا يأكلوا مثل هاي الأكلات يمكن إحنا الصباح يوم جمع أغلب الأشخاص بيجيبوا حمص وفولوا فلافل نعم إن شاء الله كل يوم كبير إن شاء الله كل يوم موروظنا الشعبية للطعام يعني فنحكي شوي عن هاي الأسعار لأنه في كتير مثلا بتيجي شكاوى عن أنه في ارتفاع للأسعار هاي وهي اللي تعتبر يعني قوة الشعب يعني مفروض هي من الأكلات اللي مفروض تتمتع بأسعار منخفضة عن باقي الأسعار تحكينا شوي عن هالموضوع يعني أنت تحدثت ومعك حق بأنه هاي الأكلات اللي تكون بأسعار معقولة وليست متدنية ولكن مش في كل أماكن يعني فنجان الأهوة مين فيه ما بشرب أهوة ممكن يتناول فنجان الأهوة بروباليارة وممكن يتناول بقم سليرات حسب المكان اللي بيقدمه حسب الخدمة والقيمة المضافة اللي أنا بحصل عليها في هذا المكان عنا مطاعم بتقدم موروثاتنا الشعبية من الطعام زي الحمص والفول زي الشوارمة زي أي أكلات من عداتنا ويوجد ألاف من هذين المحلات يعني محلات اللي بتقدم الحمص والفول في مدينة عمان 5700 محل مش محل وعشرة ومية ومتين 5700 محل في مدينة عمان فقط كتير لهذا بالأردن لا هو مش كتير لأنه احنا موروثنا الشعبي زي ما حكينا ونتناول صباح ومسا يعني في عمان لحالها هذراكم بس في كتير يعني هلا مثلا إجا اتصال يبي يحكوا مثلا مش معقول فيه كتير أماكن هلا تحديدا نحكي بأعمال غربية بتوصل يمكن سحن فول وفلافل وكحبتين فلافل السنبوتش لحالها يعني السعرها مرتفع أحيانا بال13 وبال20 دينار وممكن تصل إلى 30 دينار إذا في مثلا ثلاثة عميات يعني تحكي أسعار أسعار فايف ستارز هوتيل يعني هو ما بدفع سعر الوجبة هو؟ ما بدفع سعر الوجبة بدفع سعر الخدمة اللي حصل عليها طيب إيش الخدمة يعني ستي زمعي كان فيه 5700 محل في عمان أنا بادر أتناول بسعر متوسط من 5680 صف عشر محلات أو خمس محلات ببراند أو بإسم عندهم مكان واسع عندهم خدمة فايف ستار زي ما ذكرت إيش الخدمة مهو أستاذ حمادة يعني خلينا نكون واقعيين يعني أنت اللي بتحكي هدول المطاعم اللي بقدموا الأكلات الشعبية الموروثة الشعبية من الحمص والفلافل اللي إلها براند يعني معروفين في عمان بتدخل عليهم لا روح على فايف ستارز أحسن لك يعني بفندق لا بفندق فايف ستارز أطلب أي شيء أفضل من أنك إحنا بنحكي على خدمة هم بقدموا خدمة أنت بتحكي نتيجة الخدمة اللي بقدموها علشان هيك السعر مرتفع أنا مش عارفة هو روبوت اللي عمالو بقدم الخدمة يعني إيش في خدمة ممي أنا دخلتها في اللي براند اللي أنت بتحكي عنها المطاعم اللي بتقدم الحمص والفول أنا دخلتها وإنتي دخلتيها وكلنا دخلناها بس إيش الخدمة التانية يعني تب أسألك سؤال على الهواء ليش أنت تركتي 5700 محل ودخلتيهم أحكي لك لي المخرج بيحكي حبيت أجرب الله إنت شكلك اللي بدك نجرب أنا رح أحكي لك لي يمكن أولا المواطن حسب مكان سكنه فبيختاري الأقرب بنفس السكن بعدل لك إذا أنت بصوفية مثلا ساكنة بصوفية لا برك أنا ما بدي أحكي وان ساكنة التي تجيب اللي الناس اللي عندي على البيت عشان أقول لك قدشي عندي مطاعم بالمنطق لا أعرف يا أستاذ حمادة شو الموضوع الموضوع إنه مبالغ السعر مبالغ بالأكل اللي عمتها كلها هو هذا صوت صوت يعني إحنا لما بتروح مثلا أنت عمطعم سماك لا في مطاعم أسماك إذا بدنا نسميها ممكن تكون شعبية أكيد بتقدم سعرها أقل من مطاعم فايب ستارز ممكن يكون مختلف بالخدمة وبالقعدة وبكل التفاصيل بس إنت عم تقدم فول وفلافل وحمص اللي هو مفروض الشخص اللي رايح يأكل هذا الإشي حتى لو بدوا يأكله بمكان براند زي ما أنت تفضلت وحكيت بس مشبه السعر المبالغ فيه حتى ولونا زياحي وأغلب بصراحة أردنيين ياريت لو بكون في سياح فيه إحنا ما نزعل أنا بعترض عليك لسبب بسيط لأنه السمك مسموح له أنه يقدم في فايب ستار مروضنا الشعبي وهويتنا ممنوع أنه يقدم لا يقدم يقدم أنا معاهة يقدم بس هل سعر السمك زي سعر الفول والحمة أكيد فيه تفاوت رهيب لا بين السمك والسمك بين محل فايب ستار ومحل بسط البلد بين فول وفول إيش بدو يختار الحدمة ستة ما نقول في البداية الخدمة مش المادة هو قوت الشخص البسيط يعني مدعارف عليه زمان نسمع ردد هل يترى الشخص البسيط هو بدي يطع مسافات ويروح إلى مطعم مصنف سياحي بيقدم هذا الموروث عشان يكن فيه وقول أنا مواطن بسيط ليش تاريخ 5900 محل بالمبالغة المبالغة بالسعر إحنا ما منقول أكيد فيه تفاوت طيب على فرض خلينا نتفق بأنه المحلات لبراند اللي عمالها بتعطي هذا السعر اللي فيه لا هي عفوا مش كل شيء اسمه براند هو بقدم سعر غالي إحنا ما بدنا نذكر بعض من الناس ما هو سبحان الله نسرط فيه أنا أفتر من 20 براند في السوق طيب هل أنتو كنقابة هو كمان يعني بضره أحيانا في سمعة المطاعم الأخرى زملائهم هل أنتو كنقابة أقول لكم دور رقابة في الاحتراض على أسعارهم لا إحنا ما بنعترض على أسعار إحنا ما بنعترض على قلة الجودة في أي مطاعم في البداية بس الأسعار السعر معلن وحق لأي مواطن أنه يقارن السعر ويروح لأي محل مين اللي بطبط أسعار هاي هذه الأسعار مش محددة حسب القانون مش محددة انت نبقى بتروح على أي محل تطرعها قامة الأسعار الموجودة عباب المحل أو داخل المحل إذا ما عجبك ما ترجعي له المشكلة أنه يعني وهذه هي مش مشكلة حقيقة أنا أنا بعتز في هاي المطاعم اللي ارتقت وساعدت بارتقاء بمنتجنا اللي هو موروثنا الشعبي من الطعام أنه بتعجبك بتعجبك كثير الخدمة بس ما باعجبك السعر ومستحيل يكون في خدمة هايك وراتي وسعر له أنا بسمع لك وبسمع للمخرج أشي بتحكي جمعة حبة الفلافل حبة الفلافل بخمسة أوش أبو الميت بحكي حبة الفلافل أوكي أنه أحيانا يعني حبة الفلافل على سبيل المثال بتفاوت حجمها من مطعم لمطعم آخر حبة مراتة صغيرة وحبة كبيرة ونفس السعر الحب برقر بتفاوت حجمه من محل لمحل البيزة بتفاوت حجمها من محل لمحل ما في ما في اشي موحد بالعالم وبالأردن اللي هو زي وزي العالم فيه تنافسية شديدة وبدأ أحكيرك لو هاي المحلات اللي أنت ذكرتها تنافسيتها مش عالية كان سكرت بس تنافسيتها عالية بنرجع بنقول فيه مطعم مصنف سياحيا مطعم غير مصنف سياحيا مطعم بقدم خدمة مش بضرورة الكورتي لأنه احنا قلنا بالكورتي بالصحة وبالجودة يعني محلاتنا بالأردن من أجوز المحلات الموجودة في المنطقة كل واحد بقدم خدمة وبطلب سعر لهاي الخدمة فأي مواطن وحضرتك بتقدري تختار المكان اللي بدك إياه طب أستاذ رائد زي ما تفضلت حكيت يعني هذه بترجع للمواطن هو بيشجع هذا السعر فبالجأ له أو بيبتعد عنه إذا بنتحدث عن دور النقابة يمكن في نوعية المطاعم يعني إحنا منشوف كتير مثلا ممكن زي ما تفضلت لحكيت أبديش في مطاعم اللي دخل بالأكلات الشعبية اللي دخل في الثلافر والحمص أو أنواع أخرى من المطاعم هل في لنقابة دور نتقول هل أدى صار في إشباع من أنواع مثلا معينة من المطاعم لا مثلا ما بدنا تفتح مطعم بأدى من مثلا هاي الأكلة أو هذا النوع من الطعام هو للأسف للأسف لا مش موجود لا بنبحث عن دور إلنا بهذا الموضوع تحديدا لأنه هذا الموضوع كتير مهم وحساس وحيوي والأهم اللي تفضلت وذكرتي أنه ما بيصير يدخل على هاي المهنة واحد غير مختص لا دارس لها المهنة ولا عنده خبرة يمارس مهنة تقديم الغداء لا يجوز بالعالم كله لا يجوز عندنا يجوز تحت باب التنفسية وتحت باب حرية الاستثمار وتحت باب الحرية بفتحية بيزنس للأسف هاي النقابة تم معاملتها من بزيد تأسيس على أنها نقابة أصحاب أمل وهي نقابة مهنية بحتة النقابة المهنية تختلف عن نقابة أصحاب العمل لأنه هي صادرة بقانون زي الأطباء والسيادلة والجيولوجيين على سبيل المثال لا يجوز ممارسة هاي المهنة بدون التصريح من هذه النقابة احنا لأي شخص بدون يفتح مطعم ويمارس مهنية تقديم الغذاء هناك بعض الضوابط ولكن حقيقة لا تكفي نسعى في الهيام القادمة لأخذ دورنا بطريقة تضمن أو ترتقي بالغذاء وسلام الغذاء وينضمن كل النقابة ان شاء الله شكرا لحضرتك أستاذ رائد حمادة حضرتك نقيب أصحاب المطاعم والحلويات وأيضا نائب رئيس خرف التجارة الأردن أهلا وسهلا شكرا لحضرتك ألف عام شكرا لحضرتك